ده المؤشر اللي احنا رصدناه في معالي المواطن لأول مرة طيب هو ده شيء سلبي؟ لا من النقاش هنشوف مع بعض انه له جانب سلبي وجانب ايجابي الجانب السلبي انه الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار بشكل كبير جدا اثر على معيشة المواطن المصري في كل الطبقات فاصبح بيستهلك اقل من الاول فاصبحت القمامة اللي خارجه من بيته اقل من الاول في الكم والنوعية مكوناتها نفسها ده منطقي اذا انت احنا بنتقاش في ضغط على ميزانية الاسرة في ضغط على نفقات الاسرة اللي كانت بيجيب مواد غزائية محددة او اطعمة محددة بقى بيستغنى عن انواع وكميات فده بيبان فيه كيس القمامة طب الجانب الايجابي ايه ايه فيه جانب ايجابي عشان نكون شايفين كل الصورة صح كل الصورة بوضوح وتحديد الجانب الايجابي ان احنا بقينا بنجيب على قد استهلاكنا ما بنعملش بقى الكميات الضخمة حلة الرز قد كده وحلة المحشي قد كده ومش عارف ايه والكلام ده ونرمي الباقي في الزبالة او في القنامة تمام والدليل على كده زي ما كلنا عارفين انه فيه في اوروبا والدول المتقدمة زي ما بيقوله ممكن تتلاقي واحد داخل السوبر ماركت او اسرة او ام او زوجة داخل السوبر ماركت كبير بتشتري طفحتين وموزة وقطعة لحمة ووركة فرخة ده استهلاكها دي الوجبة اللي هتاكلها وتلاقيهم حطين شوية رز في الطبق قد كده وشوية صلطة قد كده وقطعة لحمة قد كده واخضار قد كده بيخلص الطبق فما بيطلعش بقايا منه للقنامة ده شيء ايجابي ده نمط استهلاكي جديد بضغط الازمة الاقتصادية بنعمله من غير ما نشعر وده سلوك متحضر ان انا ما قدس اجيب كميات من الاكل وارمي نفسها في القنامة فانا بقيت بجيب على قد احتياجاتي علشان كده بنقول فكرة من الحلقة دي اللي هنشوفه مع بعض ليه التعبئة والتوزيع في البقالات والصبر ماركت وغيره والكلام ده والمبيعات ما تبقاش بالكيلو يا جماعة ليه ما تبقاش بالكيلو احنا ليه مصرين على حكاية الكيلو والكيس اللي قدي كده ليه مصرين على ان انا نجيب خمسة كيلو موز والخمسة كيلو موز ناكل منهم كيلو او اتنين والبقى يسود ويبوز ويترني ليه بنجيب طفاح لغاية ما يعطم ويبوز ليه بنجيب برطقان ويسفي لغاية ما يبوز ليه بنجيب كميات رز كبيرة ونطبخ الحلة كبيرة مع ان الولاد مش هيكلوا ربعها او نصها ماهو ده لايف ستايل اسلوب حياة ممكن نكون احنا بدأنا نعمله من غير ما نشعر على كل مستويات وهنشوف النهاردة مع بعض انا كنت في الخصوص في زرائب الزبالة او القمامة وشفت بنفسي الخصوص ليه لانها الخصوص لانها بتجمع قمامة مناطق واحياء مختلفة ومتفاوتة المستويات الاقتصادية والاجتماعية يعني فيها قمامة مصر جديدة الحي الراقي جدا منطقة راقية جدا وفيها مناطق متوسطة المستوي فيها مناطق فقيرة بيجي منها القمامة المفاجأة اللي احنا رصدناها في هذه الحلقة الخاصة جدا ان كل قمامة المصريين من اول مصر الجديدة لغاية افعر حي متأثرة بالازمة الاقتصادية هنشوف مع بعض ونطرح اقتراحات وحلول بما فيها زي ما قلت لحضراتكم للغرف التجارية الغذائية اللي هي مسؤولة تجار الاغذية والتجار التعبئة ومصنع التعبئة ما تعبيش ابوات صغيرة على قدر الاستهلاك هنوفر اهدار اهدار الكيلو والطن اللي بنشتريه اهدار الكيلو والطن اللي بنشتريه